عايز على الشاشة نوريكم واحد اسمه فرانك زيندلر ده راجل ملحد امريكاني جبير اوي وفي حوار كده على الشاشة بيقول ايه بيقول عصف علم الاحياء بالمسيحية يعني علم الاحياء اللي بيقوله النشوء والارتقاء ده نشوء الارتقاء معناقي يعني الحياة نشأت من تفاعلات كيموية وارتقت يعني ابتدت تتطور وتعلف السلم الحال اللي احنا موجدين فيها بالزبط تمام فبيقول ايه عصف علم الاحياء بالمسيحية امتى عندما اكتشف التطور البيولوجي اللي هو التفاعلات اللي قلنا على هذه بيقول سقطت الاسطورة المركزية للمسيحية يعني الاساس بتاع المسيحية ده وقع بعد ما عرفنا ايه ان ادم وحواء لم يكناش اخصينا حقيقيين وهو ده الافتراض اللي بيقولوه ان احنا جينا من جدة خيولي اعظم وفرع تفرع للارود ونسانيس وفرع تفرع للانسان فما فيش ادم تمام في تطور فبيقول بها شوية حاجات مهمة او لازم نفهمها عشان نفهم العالم بيقول لنا ايه يا اسيس نزار بيقول اذا كان ادم وحواء لم يجد في الاصل فلا شيء اسمه الخطيئة الاصلية يبقى لغى تكوين اصحاح ثلاثة تمام بتاع الخطيئة ولغى ادم ولغى ادم ولغى السقوط ولغى حواء ولغى تجربة الشيطان ليهم ولغى انهم سدقوا كذبة الشيطان وكذبوا الله المنزه عن الكذب لغى كل ده بانه يلغى ادم وحواء شفت قد ايه الخطورة بعدك بيقول ايه اذا لم تكن هناك خطيئة اصلية فلا حاجة الى خلاص الراجل مغلطش وقال لك بقى اذا لم تكن هناك حاجة الى خلاص فلا حاجة الى مخلص شوف قد ايه الهدم بقى في الاساس المسيحي بيقول بقى في رأيه وانا ارى اللي هو فرانك زيندلر ده وانا ارى ان هذا يضع المسيح سواء كان شخصية تاريخية او غيرها يعني حتى مش مسدى ان المسيح جيه معاني كل يوم ما نكتب تاريخنا ده التاريخ الميلادي من مجيء المسيح من اكتر شخصية مشهورة وموثقة تاريخيا بالزبط وهو عايز يلغيها شوف قد ايه لما نبعد سنة بنبعد كتير الكتاب بتكلم عن العلم الكاذب بالزبط وده فعلا لانه مالوش اي اساس من الكلام بيقول يضع المسيح بقى في صفوف العاطلين مالوش شغلانة احنا مش محتاجين مخلص مفيش خطية مفيش آدم مفيش حواء مفيش رأس للبشري شوف قد ايه بيقبرها كأنه مسرحية بالزبط كده ونعيش بالتفاعلات الكيميائية ونموت وخلاص وانتهينا تخيل شوف قد ايه لما نهدم حق من الحقوق الكتابية الواضحة قد ايه كل حاجة بتنهار او بنتنازل او منساير او نتهادن حتى ولا في شيء صغير بالزبط وبعد ده كله مالوش اساس علمي طبعا أنا محتاج ااخد ساعة كاملة عشان افنت كل ده بالتفصيل العلمي مالوش اي اساس علمي فبيقول ان نشوق الارتقاء يدق نقوس الموت للمسيحية شوفت قد ايه خطورة ان احنا نقبل افكار العالم من غير ما ندرسها ومن غير ما نفندها امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن انا ما بقولش ما ندرس النظريات دي انا درستها وبازلت مجود كبير فيها قوي ندرسها ونشوق بيقولوا ايه بس اللي بيقولوا مش صح ولازم نحط ادلة علمية تثبت ان هو مش صح على فكرة في المدارس بيدرسوا دي الاسف كحقيقة ودايما النصيحة اللي بقولها يا اسيس نزار للطلبة في المدارس في الامتحانات اكتبوا اللي في الكتاب قولوا يقول علماء ان شوق الارتقاء ورص اللي بيقولوه عشان تنجح وتعدي لكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا الكريتكالفينكي البصيرة ان احنا نشوف ان الكلام ده مش واقف على اسس علمية مظبوطة